أطلق مركز المعلومات ودعم متخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارا جديدا بعنوان نشرة المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي ويصلط الإصدار الضوء على تطورات الكبيرة والمتسارعة للذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف المجالات من بينها الأمنية والطبية والتعليمية والصناعية والتجارية كما يستهدف إلى استشراف المستقبل للذكاء الاصطناعي وتحليل أبعاده وانعكاساته محليا وعالميا وخاصة في ضد التطور المذهل في تقنياته ترجمة نانسي قنقر